تعرفين الشهر اللي فات أول إبريل آخر مارس بدأ شوية ناس عام عمد وناس تانية دون عمد أبو عمد عمل إيه؟ أبو عمد جاب لك صورة لأرض فيها مستطيل ممتد حتى الأفق ممتلئ بالمواسير الضخمة والعملاقة خطوط مواسير كده وقال لك شايفين مصر بيحصل فيه شايفين السيسي بيعمل إيه؟ ده بيودي المية بتاعتنا إسرائيل ده عن عمد ده واحد شاف الصورة دي وعارف هي إيه كويس قوي وقرر يقول عن عمد وبسوء نية متعمد إنه يهزك ويخوفك فيقول لك ده مصر بتودي المية إسرائيل طيب أبو من غير عمد بقى اللي تبنى الحكاية رح مشاير بعد معلق يخسرتك يا مصر مثلا في جمل كده يخسرتك يا مصر ليه بتعملي فينا كده يا مصر عملنا لك إيه يا مصر ليه إحنا ميتنا بتروح لله وهو لا عارف ولا فاهم ولا تحقق ولا سأل ولا أي حاجة وبالمناسبة الكلام ده أنا بقوله بقالي سنة ونص أرجوك السوشال ميديا ضمارة الدنيا لأنها خلت سيادتك تقرر إنك تشارك الناس في أمر أنت ما تحققتش منه ولو لسانية واحدة الخطوط بتاعة المواسير دي حقيقية أه حقيقية 100% صور حقيقية وممكن نبقى نجيب لك لها فيديوهات كمان إذا حبيت بس دي مش رايحة من ناحية التانية خالص دي رايحة هنا الخطوط دي رايحة هنا رايحة على المليون وخمسين ألف فدان تحديدا هي رايحة على الاثنين واثنين من عشرة مليون فدان رايحة للدلتة الجديدة دي مية زي ما كنا بنتكلم مية جاية كانت صرف زراعي وما إلى ذلك في الدلتة بتاعتنا اللي احنا عارفينها يتعمل لها معالجة سلسية وتضخف المواسير بعد أن تصبح مياه نقية حتى أنها قابلة للشرب بالمناسبة تبقى للمواصفات الدولية وتبقى لمنظمة الصحة العالمية حلو كده عشان نروي بيها الاثنين واثنين من عشرة مليون فدان يعني أبو عمد خد قرار إنه يهزك ويخوفك ويشتتك ويلعب لك في دماغك وإنت للأسف الشديد استسلمت استسلمت شيء غريب جدا استسلمت اللي فكرت آه ضلمية دي رايحة إسرائيل ده أنت لو كنت فكرت ودورت ثانية لأ بلاش ثانية عشان المبالغة ويحش تلاتين ثانية رح واخد الصورة وتعمل عليها سيرش على جوجل هتلاقي إن الصورة رايحة على الدلتة الجديدة بس خلاص يا جماعة ده خط المواسير اللي هو طوله تقريبا حوالي اتنين وعشرين كيلو أظن وده خط أكتر من مصورة يعني تقريبا كل خط فيهم حوالي عشر يعني عشر خطوط مضربين في حوالي عشر حوالي عشرين أو واحد وعشرين كيلو علشان ينقلوا المية اللي بتتم معالجتها علشان تروي الأرض اللي بنزرعها علشان إحنا ناكل عشان لما يبقى في حروب زي دلوقتي نبقى بنقول بإذن الله سبحانه وتعالى إحنا مش قلقانين ده بالمناسبة يعني أبو عمد وأبو من غير عمد اللي اتنين أخطأوا في حق هذا الوطن طب واحد ابن لزينة قاصد يعمل كده طب التاني مش ابن لزينة خلص ده التاني ابن ناس طيبين هو شخص كويس طب انت بتتبنى ده ليه يعني قل لي إيه اللي بيدور في مخيلتك يعني دخل السبق ألحق أشيرها قبل ابن عمي ما يشير مثلا ألحق أكتب أنا التعليق علشان يا ودي حر يا اللي خايف على البلد إيه ده يا وديه إيه الوطنية دي الوطنية تيجي لما تخاف بجد على البلد تخاف بجد على البلد يعني أنا لقو زايد على وطنية أحد بالمناسبة خلص تخاف على البلد يعني تخاف على مصلحتها تخاف على مصلحتها يعني مثلا جزء منها كده بلاش نروّج شائعات بلاش نعود نضحك على الناس هتيجي تقولي ما أنا مكنتش قصدي طب عملت كده ليه ليه معلش على رأي أمي تقولك لما هو معلش طب قتلوا ليه وفي حاجة اسمها معلش انت عارف فيه كان بني آدم بيحبط من اللي انت بتشيره فيه كان بني آدم بيصدق اللي انت كتبته فيه كان بني آدم بييأس يعيش في أيام من التعاسى والبؤس أيام أسابيع قد يكون ليه ويروح شغله ما يشتغلش لأنه محبط ويأس وباقس ما انت قفلت الدنيا قدام عينيه وفاهمتوا ان انت بتبعت المياه بقى بعيد تبعتها عند مش عارف ايه ليه ولا فيه سبب ولا فيه سبب غير انك داخل سباق سباق قهوج سباق مجنون مالوش أي معنى مفيش منه أي فايدة غير انك هتقعد مع صحابك على قهوة تقول ليه شوفت واناك كتبت ايه بقى اهو لقلمك موضوع الموسير انا عارف منك كاتب على الفيسبوك اهو حتى مشاير البتاع وتعمله كده وتبقى شاقف نفسك كده بلاش الشقاوة غير ليك هادي وعائل وموزون ووزن الأمور فكر في الحاجة قبل ما تقولها كان زي ما يقولك لسانك حصانك دلقتي لسانك حصانك وقلمك حصانك والكيبورد بتاعتك حصانك وتليفونك حصانك انصنتهم صنوك ادي كل القص انت اللي بتضر نفسك مش حد بيدرك الرجل اللي الرجل اللي بيحلم حتى بمسألة ان احنا هنبدل رؤوس المواشي عند اخواننا الفلاحين علشان خاطر يقدروا ويكسبوا اكتر فيعيشوا احسن بيحلم لك يعني اوه كده غلطان انه بيحلم لك برضو انا واثق واثق انه لو ما كانش حصل بالنهاردة هيحصل بكرة هتلاقي واحد يروح طالب وقالك الرئيس المصري بيحلم طبعا بيعملوا كده علشان عندهم مواشي مستوردة عاوزين يهدوها للفلاح ويمصوا دم الفقير ومش هيقول لك ان الرئيس كان واضح جدا اعملوا لي ده في خطة حياة كريمة يعني ايه يعمل لي ده في خطة حياة كريمة هو الفلاح لما بيتجدد له بيته وبيدفع فيها حاجة يعني اخويا اللي في الريف اللي هيتجدد له البيت او هيتخشول له الميا او يتعمل له الصرف بيدفع فيها حاجة لا بس ده في اطار المشروع بتحقيق كريمة هي نفس القصة في هذا الحلم دي احلام الراجل ما بيحلمش بحاجة غير لكسياتك ديك تقول لي يعني طب هو مصلحته ايه مصلحته ان سياتك مبسوط مصلحته ان حضرتك بتاكل كويس بتشرب كويس بتتعالج كويس بتسكن كويس عشان تتعلم كويس وانت هتتعلم كويس ازاي يعني قل لي كده على سبيل المثال مرة كنا في احدى جلسات مجلس النواب المصري وكنا بالنقش حاجات متعلقة بالتعليم في الجلسة العامة فلاقينا انه التكلفة بتاعة التعليم المية مية يعني اللي هو بقى بتاع فنلندا والنرويج والناس المطرفة دي عشر تلاف دولار للفرد الطالب الواحد عشر تلاف دولار عشان يبقى ايه معلموا بالمظبوط طبعا في واحد التي يرد وقول لك يا مدرسنا دي بتدي تعليم من أبو عشر تلاف لا ما بتديش تعليم من أبو عشر تلاف طبعا ولا من أبو خمسة حد طب انت عندك كم واحد في المدارس حد يعرف يجاودني هو بقى تعرف عندنا كم تلميز في المدرسة ما يعرفش شحاتة عارف عندنا كم تلميز في المدارس المصرية ما تعرفش ماشي حد عارف طب انا هقول لك رقم خمسة وعشرين مليون بني آدم خمسة وعشرين مليون ولد وبنت بتعلمه في المدارس عندنا اضرابي خمسة وعشرين مليون دول في عشر تلاف دولار كام ها نحسب انا حسبها شطرة ميتين وخمسين مليار دولار امريكاني ورق اخضر هتجيبهم منين بقى يعني لو ايه علينا ان نتوجه الى لماذا كل تلك المشروعات القومية كلام جميل كلام حلو رائع حاضر يعني احنا عايزين ميتين وخمسين مليار دولار علشان نعلم الخمسة وعشرين مليون تلميز وتلميزة ممكن تقولي هيجوا منين هو ده السؤال المهم منين يعني انت عايز البلد تجيبهم منين لما ما بقاش في مشروع كلمة مشروع يعني مشروع يعني يتصرف عليه فلوس ونشوف جدوها الاقتصادية وايضا جدوها السياسية حلوة كده تمام يعني مشروع يدر علي دخل فانا اخد الدخل ده وابدأ اعمله اعادة توزيع شوية دول هيخشوا التعليم شوية دول هيخشوا الصح وشوية دول هيخشوا اعادة استثمار تاني في مشروعات تانية واكتر واكبر عشان حاطر اعرف ادخل فلوس اكتر تعرف ايه الفرق ما بين الموظف والمستثمر بكلمك بجد موظف زي حالاتي ياخد المراتب اخر الشهر كل اللي بفكر فيه طبعا الاساسيات بقى مصروف البيت ولا وبعد شوية مثلا ايه انحوش لنا ارشين هحوش ارشين عشان خاطر عايز ادفع مقدم شقة جديدة تبقى اكبر كده ونوسع على نفسنا تمام او اغير العربية واشهيس نفسي او اذا عدت انا بقى مثلا المرحلة دي او اجيب شليف العين السخنة ولا في السحل الشمالي او فانا عمليا كل اللي بفكر فيه الفلوس اللي ده خلالي هصرفها ازاي هصرف المستثمر راجل الاعمال ده بيعملي بقى اول ما تخشوله الفلوس اول حاجة بيفكر فيه اه ده انا عملت مشروع ودخلي منه 15 جنيه هستثمر الخمستاشر دول في ايه علشان يجبولي 25 عشان كده هو راجل عشان كده بيبقى غني ما شاء الله ربنا يزيد الجميع الدولة بتعمل كده تيجي فلوس تدخل جزء عادة استثمر تدخل فلوس اكتر وجزء نصرفه على الاساسيات ده طبيعي طبيعي ده لو ما عملناش كده يبقى عندنا مشكلة كبيرة تيجي في الاخر خالص بعد مشروع زي كده وده نقطة في بحر يا اخي تقولي هو السيسي عمل ايه المصر والله يا عيب والله يا عيب والله كمان مر عين انا لو ابني قالي هو انت عملتين ايه انا ممكن اروح فيها لو يا دين النبي كل ده وما عملتش حاجة ومش هلوب ابني على حاجة هسكت هجتمها في نفسي وده ايه على قدرت البيت امه اللي بيدير دولة فيها 110 مليون بني ادم 110 مليون بق بياكل وبيشرب وبيتعالج وبيتعلم وعملين نزيد 2 مليون كل سنة 2 مليون كل سنة 2 مليون كل سنة يعمل ايه يعمل ايه لما افترضنا يجي تقرير للرئيس يبص ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك كذا 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 هيلاقي حاجات جيدة مما لا شك فيه وهيلاقي حاجات غاية في البواخة والسخافة ماشي تويتر تيك توك انستجرام فلان عمل فلان مش عايزين نبقى زامر الحي لا يطرب مش عايزين نبقى لا كرامة اللي نبين في وطنه لا احنا عايزين دايما نبقى شايفين انه اللي يعمل الحاجة لازم نمتن انا بقولكش ما بقولكش سبح بحمد حد إلا الله سبحانه وتعالى اللي يعمل الحاجة كويس نشكر ربنا سبحانه وتعالى انه بعث لنا حد خايف علينا اسهل حاجة نشتغل على قديمه ما انا سألت المقدم بهاء طوله الارض دي عندنا ما هي مصر حتة الارض اللي حضراتكم بتزرعوها دي يا فندم بقالها 8000 سنة من ساعة ما بقى في حاجة اسمها حضارة ودولة في مصر اشمعنا دلوقتي اشمعنا يعني في 2007 سبعتاشر بتتزرع اسأل نفسك حضرتك السؤال ده لهاقولك ليه ما تزرعتش في الستينات ولا السبعينات ولا التمانينات ولا التسعينات ولا لحد 2011 كله لبيب بالاشارة يا فهم طب عبد الناصر كان مشغول في التنمية الصناعية وفي السد العالي ومش عارف اين صح؟ 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 وعمل طب السادات كان مشغول في الحرب وما الى ذلك صح؟ طب وبعدين كنا مشغولين في ايه؟ البلد مستقر بلد جميع الله فين ايام ما كانوا دولار بخمسة جنيه ونص؟ لا والله لها انت كنت مسد أصلك لما زرعوش الارض ليه؟ مخدروش تشكة ليه؟ مخدروش في شرق العوينات ليه؟ مخدروش في سينا ليه؟ انا قلبي وجهني